البيادة كانت متوقعة منذ زمن طويل نوهنا لهذا الموضوع باعتبار أنه عملتنا الدولار الدينار العراقي مرهون بالدولار الأمريكي حقيقة هذه من الخطأ الكبير بأنه نرهن عملنا وكل اقتصادنا بعملة واحدة اللي هي الدولار كان مفروض على البنك المركز العراقي بأن تكون هناك سلة عملات بديلة عن الدولار الأسباب حقيقة أكثر من جانب الجانب الأول اللي هو الحصار الأمريكي من خلال فرض على خمس مصارف وتوقف تداول ودخول شراء العملة من البنك المركز العراقي وجانب الآخر المبيعات أو المبالغ التي تطلبها الجانا إيران هناك مبالغ كبيرة تطلبها من خلال بيع إيران للغاز والكهرباء حقيقة البنك الفدرالي الأمريكي رفض بأنه تذهب هذه المبالغ إلى إيران بالدولار لذلك اضطروا بأنه سحب العملة العراقية ونزول إلى شارع وشراء كميات من الأسواق المحلية وحقيقة هذا أربك الأسواق باعتبار أنه أكوى عجز أصلا في عدد من المصارف يعني سبب هيت أمريكي إيراني رح يصير أحسنت هو محورين أساسية لهذا التغيير نرى بأنه التغيير نرى أنه هذا السعر هو سعر وقتي نعتقد بأنه بحدود الـ 15 في شهر الواحد هو لحي تبدي الأسعار بالنزول تدريجيا إلى أن يوصل بحدود الـ 1480-1485 شكرا للماتي كاملات